تقول لي اشتعرف ماذا؟ شوفتها؟ كل ما تصير فانسة تبعك نوتيفيكاسيون بالواقق ايه يوني تبشينا البوتيك بها تبع تلفرز بالتليفون تبع ثلاث فلوس في التليفون زيدة ثلاث فلوس من التليفون هاي هاي فهمتنا بالغلط تحط اختارة تكلم كل حاجة ناكيو أبليكاسيون تختار هاني بشتن بغو بالقلقال وحط اختار أبليكاسيون بروموكات تيلي شنري وحط اختار بروموكات ربح استنى فيك مشنارجع لأكيد الملاحظة سامير السليمي قايدها الملاحظة وشنارجع لها بعد ما نمشي مع فقرة بروموكات اللي نبدأها كل عدب المسابقة متع نجوم عربي اللي تعودتوا بها على الصفحة الخاصة متع بروموكات تونيزي سور فيسبوك البارح ورنا صورة أحد اللاعبين العرب اللي متواجدين ضمن أحد المنتخبات العربية المشاركة في مونديال العرب اللاعب، هذا بش نكتشفوا صورة مع بعضنا توا اللي شوفناها مبارح ما شوفنايش واضح الصورة بشوفوا توا التصوير الواضحة وطلع اللاعب هذه اللاعب المنتخب موريطاني إبراهيمة أبا، أعطينا صورة قلت إبراهيمة أدامابا أدامابا، إبراهيم أبا هزاي اللاعب يضرب في سينغال فرنسا، إبراهيم أبا نحن فهم إبراهيم أبا، فهو أصل سينغال إذا كيف الكيب دوفرانس طعب في ميلون باستيان يوغ أسير وآخر فريق يلعب ليه ويلعب ليه حتى تلتوه ونهضة بركان المغربي اللي يتآهل لدور مجموعات اليوم في كاس الكاف أدم باخذ مع المنتخب موريتاني 42 مباراة سجل خلالها ستة أهداف فقط الفئز بالمسابقة هذه لليوم هو سيف سيف ألف مبروك لي فائز بمئة دينار بونيوس ينجم يستعملهم على سيتا تعدين تول الصورة متاع اليوم الصورة الجديدة كيف كيف لحد اللاعبين العرب ممكن يكون اللاعب ما زال ينشط معه متخب بلاده وإلا لاعب دولي سابق كالعادة تدخلوا على الباش فيسبوك بروموكات تونيزي وين تكتبوا الكومنتار متاعكم على الببليكاسيون هذه ويظهر لي حارس مرمى هذي وعنده لحية وعنده لحية وكابتين يظهر لي زيادة وكابتين يظهر لي يعرفوا أخونا عبدالل لا فغير من سهل الوقت المنكس جماعة يقولون يقولون يلعب في إنجلترا وإنما نحبش نقول يزي يزي ناري صعب وناري سهل نزيدوهم شوي أخوش وشوفونا باتل باتل موجود وسيفير سيفير ألف قطر أخونا عبدالل تحطوا الاسم متاع الحارس هذين واللاعب هذين على الببليكاسيون اللي هبتت كي ما قلنا بكري شوية على الباش فيسبوك بروموكوت تونيزي وكل عدد نجمه تربحه 100 دينار بونيوس 100 ألف بونيوس وغدوة في سيسبوركليو سبيسيال منديال العرب إن شاء الله يتم إعلان اسم الفائز واسم اللاعب اللي ظهرت صورته مش واضحة بكري شوية خلينا نتعرفوا في آخر فقرة بروموكوت على المباريات متعقد وخاصة لكوت للناس اللي بيشتلعب مباريات مهما تلقا من الساعة الرابعة بتوقيت تونس أي السادسة بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت الدوحة سوريا موريطانيا تونس الإمارات سوريا كما نشوفوا الكوت متاحها طائحة مقارنة من نظيرتها الموريطانية سادفرقلويت الموريطانيا 1.35 للسوريا تونس كيف هي المرشحة بقوة 1.5 والكوت على الإمارات 5.6 ما غير ما نوصيكو ما تميزيوش على الإمارات عدو غضوة نحب ونربح وسامير هاكا بعد قولنا شكون أسهلنا شكون يربح شكون يخسر هاي هبش نجيكم بين كامل لكوت عنا ممبارات المنتخب سلطانة عمان والبحرين تقريبا متوازنة 2.45 2.8 تعادل و2.8 للبحرين وقطر والعراق كيف مبارات متوازنة بالنظر لأنه منتخب قطرة أهل وبالتالي ممكن بشي لايح برشا لاعبين أساسيين والعراق بشي لاعبون أجل التآهل مما يجعل المبارات أكثر توازنة ولأنه الكوت الطائحة لهنا بتاع منتخب قطر مبارات غضوة كيف توقعاتك أخونا عبد الله سوريا موريتانيا سوريا تونس الإمارات تونس جامل فينا خاطرك هنا لا 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 أتوقع أن تونس لأن منتخب الإماراتي بتصفيات كاس العالم لما لعب مع منتخبات مرتفعة وسريع الأداء وضغط عالي تسببت لهم مشاكل ما قدر أن يحقق نتائج إيجابية لكن المنتخب التونسي إذا غير وهذه بعد شوي بنتكلم بها بالتفصيل كمال لما لبقيت المبارات عمان والبحرين عمان البحرين صعبة صعبة خطر جيرينكم بالثلاث تعادل تعادل يعني يطلعوا برعا لو تفوز العراق العراق راح يفوز يعني أنت تتوقع تأهل العراق تتوقع تأهل قطر والعراق يعني تونس العراق لا تتوقع لا قطر تونس لأن سوريا راح ي شنو تهلوا حتى الثانين هي الثانين لأن سوريا راح يفوز الفرق فرق كبير أكثر من نحن منتخب السوري يعني مميز جدا أن إذا جت الفرصة ما يضيعها يجيد استغلال الفرصة والمدرب ترى كان مدرب منتخب سوريا كأساسي 2011 لفريق الاتحاد لا منتخب سوريا منتخب سوريا مدرب كان مدرب الاتحاد زاد فاز بكاس الاتحاد ديسي وبعدين صاد مدرب متخب فاز فول مباراة على السعودية في كاساسيا العالم من جنة خلاص راح نفوز بكاساسيا تخربطت الحسبة عنده وطلع من البطولة وما كمل فرصة تكاملة لكن مدرب زين كريم تكاوناتك ماتش بكرة بكرة نعطيك منتوى سوريا وموريتانيا والله نتصور سوريا الحقيقة مرشحة لأنه وهمها برشة المباراة هذه لكن إن شاء الله أرادة فعل مميزة بالموريتانيا تونس تونس بتابعة حال الفوز إن شاء الله مباراة قطر والعراق نتصور قطر تكسب المباراة بتاعها والبحرين الكويت بحرين عمان وقطر العراق بحرين عمان البحرين تكسب وقطر العراق قطر تكسب سامير سريعا أنت ختم عشان برشا سريعا الماتش لولين موريتانيا تعادلوا انتصار موريتانيا انتصار تونس انتصار قطر وانتصار العراق تعجبني واضح سامير هكذا يكون وصل لفقرة نهاية فترة اللي يحبي موتيفون اذا فهمتنا بالغرض تحط اختاره كل ما بقول حاجة هاني بشتبخوا بالقلقال وحط اختار